ازايكم يا شباب جايب لكم في الفيديو ده موقع الموقع ده هتقدر لو انت عندك اي شخصية او اي صورة حابب انها هتتكلم بطريقة حرفية خرافية جدا هتقدر تعملها من كلال الموقع ده وبطريقة مجانية كمان فخلينا كده سريعا من غير كلام كتير ما تنسوش انكم تعملوا اللايك للفيديو ده وتصالوا على سيدنا محمد واهم حاجة عايزي منيوصل لألف مشترك وخلينا بقى ننتقل للشرح على طول زي ما انت شايف كده الموقع اسمه واندرشير فيربو الموقع ده زي مقتلق حرفية ممتاز جدا واللي هتلاقي ان يسايف لك الرابط بتاعه تحت في التعليق المثبت كل اللي انت هتعمله بعد ما بتقش على الوجه اللي انت شايفها دي اتيجي هنا على جنوريت اي اي فيديو اونلاين طبعا انت تقدر تعمله داونلود فري على الجهاز الكمبيوتر بتاعك لكن اللي انا بفضله اللي احنا نشتغل منه خلال المتصفح بتاعنا اول لما بتضغط على كلمة جنوريت هتلاقيه بيفتح معك بالشكل اللي انت شايفه دا بيطلب منك انك تسجل طبعا هتلاقي عندك اكتر من طريق التسجيل ومنها الطريقة التقليدية بتاعتنا اللي هي اللي احنا نقدر نسجل من خلال التنبي ميل اللي ما عرفش التنبي ميل كنت اتكلمت عنه قبل كده اكتر من مرة لكن حاليا انا هسجل باستخدام اكاونت الجميل بتاعي عادي خالص زي ما انت شايف كده انا حاليا سجلته جالي ساكسيس كده خلاص يعتبر انت زبطت كل حاجتك او بيقولك هنا تعمل ايه لكن احنا نضغط على كلمة سكيب وبعد كده هنكتدي اللي احنا نقفل دي بالشكل ده هتلاقي عندك اكتر من حاجة ودي صراحة ميزة كويسة هتلاقي عندك التوكنج فوتو اللي انت تخلي الصور تتكلم ولو انت عندك فيديو حابب اللي انت تترجمه يعني مثلا الفيديو باللغة العربية حابب اللي انت تترجمه باللغة الانجليزية الالمانية الايطالية الهندية كل الكلام ده تقدر ان انت تعمله وتستنساخ الصوت وكذلك هتلاقي عندك تحويل النص الى صوت طبعا في حاجات من هنا كتير جدا لكن الحاجة اللي هنتكلم عليها النهاردة اللي هي التوكنج فوتو اللي هو ازاي تخلي اي صورة عندك تتكلم كل اللي انت تعمله دلوقتي هتكتدي انك تيجي وتضغط عليها بالشكل ده هتلاقيها بتفتح معك صفحة جديدة زي ما انت شايف كده طبعا هتلاقي عندك اكتر من صورة زي ما انت شايف تقدر ان انت تختار منهم ايا كان الصورة اللي انت عايزها وطبعا دي صور انا كنت مستخدمها قبل كده وكنت شارحها مها في القناة التانية اتمنى انك تعملي فيها اشتراك هناك لاني حابين نوصل 10-3 مشترك هناك وقربنا جدا عمتا طيب دلوقتي لو انت مش عاجبك ولا صورة من الصور اللي هنا دي هتعمل ايه؟ كل اللي انت هتعمله هتيجي هنا على upload photo بالشكل ده وهو طبعا بيقولك هنا ترفع الصور ازاي يعني ما تكونش شكل الانيمي او شكل كارتون وما تكونش بالشكل ده وما تكونش بالشكل ده اهم شكل اللي هو زي ما انت شايف كده وبعد كده هتدوس هنا على كلمة i have او هتدوس هنا على المربع ده وبعد كده upload هتلاقي بيفتح معك الفايل بتاعك وتختار الصورة المناسبة لك لكن خليني انا هستخدم حاليا صورة من اللي موجودين لنا كاني بالزبط رفعت الصورة اللي انا عايزها كل اللي انا هعمله هاجي اقطار الصورة بتاعتي بالشكل اللي انتم شايفينه ده طبعا لازم تكون محددها كده وهو بيقولك تضغط هنا على كلمة next فهنبتدي اللي احنا نضغط على كلمة next زي ما انت شايف بقى هتلاقي عندك اللي انت تقدر تكتب كلام وهتلاقي عندك برضو اللغة خليني كده اجي ونبتدي اللي احنا نشوف اللغة اللي عندنا ونيجي هنا كده على language طبعا اتلاقي عندك اللغة العربية ودي ميزة كويسة جدا اتلاقي عندك اكتر من اللهجة لكن معظم اللهجات بتكون شبه بعض فبتختار اللهجة المناسبة لك فانا اختار الصوت ده وبعد كده على كلمة select بالشكل اللي انت شايفه ده وبعد كده بقى هتيجي هنا على الاسبيت حابب اللي تتحكم فيه براحتك وبرضو نبرد صوت والفوليوم ممكن الفوليوم اللي نعليه شوية نخليه مثلا سبعين في المية الصوت تايتل انا الصراحة منصحش بيها لانها بتطلع مش احسن حاجة فابتدي اللي انا الغيها بالشكل ده وعندك background music ودي برضو انا بنصحش بيها لاني الميوزك اصلا ما تبقاش احسن حاجة كون اللي انت هتعمله دلوقتي انك هتجيب البرومبت بتاعك او الوصف اللي انت هتخلي الشخصية تبتدي تتكلم به وطبعا لازم يكون باللغة العربية طالما انت اخترت اللغة العربية بتبتدي انك تديف البرومبت بتاعك بالشكل اللي انت شايفه ده او هنقول عليه ان السكريبت مش هنقول عليه برومبت زي ما انت تشايف كده اول لما بتديفه بيظهلك هنا المدة لكن المدة دي بتكون تقدري عما تانياني مش بتكون الاساسية لكن بتكون قريبة منها وبعد اما بتعمل كل الكلام ده طبعا انت هنا الستطبطو اصلا يعني انت مش تعمل حاجة تانية كل اللي انت هتعمله دلوقتي هتيجي على كلمة create video وبعد ما بتفتيلي انك تضغط على كلمة create video هتلاقيه بيعمل معك exporting video طبعا مش هتلاقيه بيرفض منك وقت كبير والموقع متن بيديك للاكاونت الواحد دي اتين تقدر ان انت تستخدمهم ودي حاجة كويسة جدا وزي ما قلت لك برضو ان انت تقدر تستخدم التين بميل عادي خالص ما تفعش اي مشكلة كلما مثلا انت عملت الفيديو بالشكل ده الفيديو 21 ثانية وانت بيقم معاك هنا زي ما انت شعب كده يعني ممكن مثلا لو بتعمل فيديو 20 ثانية تقدر تعمل اكتر من فيديو لكن عمتا يعني حتى مش مهمة اوي المهم اللي احنا ننتظر لحد اما الفيديو خلص طيب برضو هتلاقي عندك كاوتر مارك كده بتكون تحت خالص دلوقتي لو انت حابب بقت تتلاشى الموضوع ده هتعمل ايه كل اللي انت هتعمله هنك هجيب الصورة بتاعتك وهي مثلا بالشكل ده ودفها في صورة عريضة زي ما انت شايف كده يعني هنأتبر ان دي الصورة وتبتدي انك تدفها في صورة عريضة بالشكل ده عشان الووتر مارك تبقى معينة هنا وبعد كده بعد اما الفيديو بتاعك بيقلص وتبتدي انك تنزله عمدك على الجهاز تدخله برنامج المونتاج وتبتدي انك تقصه من الجنب ده ومن الجنب ده هيصبح معاك الفيديو تسعة وست عشر زي ما انت عايزه بالزبط واللي هو يكون فيديو بالطول زي ما انت شايف كده خلينا ننتزل لحد اما الفيديو فلص وبعدين نرجع تاني وزي ما انت شايف كده حرفين الفيديو كلس معايا بالزبط في دي اذا الزبط وده وقت كويس جدا مش وقت كبير طيب دلوقتي لو انت محتاج تشوف الفيديو هتيجي تشغل الفيديو بالشكل ده مرحبا بك في قناتي المتخصصة في تقديم شروحات شاملة ومفصلة حول محتوى المواقع والذكاء الاصطناعي نحن هنا لنوفر لك المعرفة طيب زي ما انت شفت كده طبعا النتيجة طبعا ممتازة جدا لكن انا للأسف اطلق بط وقترت صوت راجل بدل صوت امرأة مثلا يعني لكن مفيش اي مشكلة هتلاقي برضو انها بتتكلم عادي خالص مفيش اي مشكلة لو انت بحتاج تحمل الفيديو داونلود فيديو بالشكل ده تلقائيا الفيديو بينزل معاك زي ما انت شايف كده بحجم قليل وبينزل معاك على طول مفيش اي مشكلة خلينا برضو بعد ما ينزل خلينا نوطي الصوت كده برضو ونتأكد ان الكواليتي تمام مبهاش اي حاجة زي ما انت هتشوفها دلوقتي الكواليتي حرفية ممتازة جدا يعني ولا كواليتي بتقل ولا اي حاجة زي ما قلت لك كده نتيجة ممتازة جدا الصراحة اسيبك تجرب الموقع وايزاك تقولي رأيك تحت في الكومنتات فبس كده داك الفيديو بتاع النهاردة يا ربي اعجبكم اتمنى لو الفيديو اعجبكم ما تنسوش انكم توصلوه لـ 100 لايك او 200 لايك على الال ما تنسوش برضو انكم تعملوه الاشتراك عايزين نوصل 2000 مشترك واشوفكم الفيديو جاي صليم